مانت هتجيبي ايه? سمسو ماي. دي المين في. بابا بحب الحاجات دي. انت اللي هتدفعيها. ايلا. ماشي. يا صباح الفل. يا ست الكل. زك يا ماما. زك يا عوشة. جماع شن كزا حد كان بيبعت لنا ويسألنا على موضوع اللي عيشة في اليونان عاملة ازاي التكاليف والحاجات من دي. النهاردة قررنا اه مش قررنا اه النهاردة راح نشتري حاجات من السوبر ماركت اللي هي الحاجات الاساسية. فقلت اخدكم معانا نفسحكم كده ايه في السوبر ماركت. وعلى فكرة انا مش بيهزر والله بيتكلم بجد. السوبر ماركت هنا في اليونان حلو قوي لدرجة ان ممكن تعتبروه خروجة. لاني هو في منتجات كتيرة قوي ومتقسم حلو قوي. انا عن نفسي يعني بحب قوي فكرة السوبر ماركت. اليوم يعني انت على السوبر ماركت. فاحنا اه طبعا في حاجات بنجيبها اي كلام وعباطة وهبل ده اللي هو ايه كده? وفي حاجات اللي بنجيبها الاساسية. لما الحاجات الاساسية بتخلص ده زي الخزين اللي هو بنسمع. ما هو خزين ده بيعد شهر? خزين الشهر? ده لما انا معاك يا بالخزين. جبنا كاس? اه معينا معينا شنط في العربية. اه هقول لكم ليه برضو موضوع شنط ده لما انا بس. اه الخزين الشهر ده على مثل اه يعني بيفيدنا. وفي حاجة كمان بقى لما بنشتري حاجات كتير جدا. اه. لما بنشتري حاجات من السوبر ماركت مش عارب بصراحة بكاين بس بيبع عندي كارت كده في السوبر ماركت لما بنشتري. بيدونا هدية اه كارت كوبون كده بستة يورو نستخدمه. فاحنا ممكن نحوش الكوبونات دي ونشتري حاجات كتير. يا اه كل مرة يخصمو لنا ستة يورو. مين? اه ستة يورو ده على حسب مش كل مرة. هو لما انت بتوصل للمشترياتك مسلا لرقم معين مية امتين. مش بتذكر بالزبط الجامع عندهم. مية ازولي. بيديك دي ستة كوبون. انت عايز تستخدم الكوبون ده مرة واحدة عايز تجامع الكوبونات. مهم انت لما كل ما بتوصل حد مشتريات معين مية وخمسين يورو تقريبا بيديك دي ستة يورو. اه دي شربي وانت عايزوا تقريبا. مش عايز افتي. ايزاد دي في حاجة? على كياس. عشان بتساعد البيئة. عشان نساعد البيئة بقى حنوريكم كياس لما نقصر. بصوا بقى دي كياس بين بصائبنا في العربية. اتنين تلاتة اسمان كياس مساعدة البيئة. نبي ايه? انا بالنسبة لي بصراحة موضوع مش بيئة خاص. انا بالنسبة لي ان الكياس البلاستيك بفلوس. بخمسة اه بخمسة سنتسة? لا مش عارف. مو من بفلوس. اللي هالبلاستيك مش بتدوب اوام وبنستخدم كياس بلاستيك كاما. ازا مش بتضر البيئة. واحد. اه. انا مش وكل معايا الكلام ده. انا انت توفية. انا بالنسبة لي هتفع فلوس في كياس بلاستيك. اللي هو بتاخدها في مصر كده وانت ماشي كده بيتحل عليك عشان تاخدها. لا انا كياس هنحط فيها وزيف كله تمام. لا انا للحالتين. عشان تفاية العربيات والزبالة وبنساعد اللي نقدر عليها. امي يا ابني بتنخذ السلاحز. واحد من ثلاثة اربعة. يلا بينا. بصوا بقى السوبر ماركت اللي احنا رحينه اسمه الفا فيتا باسلوبولو. الفا فيتا ده عنده خمسمية فرع في اليوناني. ممكن نقول مية منهم بس في جزيرة سلامينة يعني كل خطوة بنلاقي الفا فيتا. لا بهازر هو حوالي تلاتة اربعة فرع هنا بس في الجزيرة. بس هو عمتن في اليوناني كلها على حسب ما انا عرفت ان امي حوالي خمسمية فرع. ادي يا ابني اخد خمسين سنت عشان ناخد. انا معاي بتاع بلاستيك كده في العربية بحطة مكان الفلوس لو عايزة جانب. لا مش مشكلة. اده اده اده. بصوا بصوا الحلول البديلة. يعني مفيش كوين فيه بلاستيك. دي فهلاوة دي مش حلول البديلة. اه. ماشي. انت امي اخدت اتنين يا ابني. حلول بديلة. انا دي اتنين ولا واحدة. 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 دي انا رجاحة علشان ناخد الخمس. اهو عارض على الفراح. بتلاتة كيلو. اه تلاتة يورو. طبعا ده قسم السلطات الجهزة. ده اللي هو الجرجير. اعمل اهو يورو وعشرين. ده عشان لكل سلو. يورو وثلاتين. ده الخص تحت. بص برضو هاي دي كل دي السلطات الجهزة. ده بانجر. وبانجر متقطع. وده الخدار. طبعا ما نشتريش خدار من هنا عشان نوفر وبنجيب من السوق. اذاك يا ماما. ده قسم الفكهة. دي افض هاي دو عمين. من اللي هيكي السوق اللي بكرة مرة بالاسبوع. اه. بس في حاجات بصراحة هنا في الفكهة وكده بلاقيها احلى. يعني ككواليتي وكده احلى من السوق. طيب ده السمك. طبعا انا معرفش ايه. ده السالمون بيبقى صعام الفكير يا جماعة. السالمون بتاعك. اه السالمون بيبقى. يعني باس هنا لعين جمل اه سبع يولي اون وخمسين. اه انا بجيبهم السوق اربعة. خليني انا اقول لهم انت تقولي بليور انا اقول لهم ده عامل كان بالمصري. بعيدا بقى عن ان الناس ان هو يقول لك ده اصل المعيشة هناك. اصل المرتبات. احنا بس بنوري لكم حاجة بالاسعار وبنقولها لكم مصري للناس اللي مش وقت على تغييد العملة. بنوري لهم انتو بتشتروا بقاني طريقة وانا بشتري بقاني طريقة. اه. لعملناش ده. احنا عملا. لزبط. لزعم العروض يا جماعة باتنين اربعة وثمانين. جي لعصاير. ملكو عامل عرضة على الليت. باتنين وربع. هيت هيت. اتاكد بس نومي. دي جماعة. انت جبتي لبن. ايوة. لبن بس دهون تلاتة ونصر في المياه. اه. كله اه ما نجيبه فيها. اه مقتوب با يورو اتناشر. انا عايزة بس 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 اولوك احيط. ده تلع لتر مش لتر ونصر. وهو باتنين يورو خمسة عشر. اتنين يورو روبا. اما نجيب اللي هو اللي هو ربعمائة وخمسة اللي واحد. انا عايزة اتنين من ده. اه بالزبط انا احسن ده. انا بحبهم صح. موك تجيب لي واحد اشربوه? هاتوا صغير اللي اشربوه. لا لا اشربوه في البيت. عشان انا بحبه. اه اه. عليها عارض هات. لم. ايه الواحدة دي? بيكان باااا بيورو. بيورو خمسة سنتي. يعني قول بيورو. يعني تقريبا كده خمسة وتلاتين جنيه. تقريبا. يلا بينا? اي انا عايزة روك كده عشان هجيب الزباجي. الزباجي. احنا احنا بناجه زباجي كتير قوي اه بالليل بنضعه بالعاصل. ما نلحب كيلو. ممكن احص Research کی لذلك معنا. وليل بنضعาน قوي. نبني بالعاصل يا عاصل يا عاصل. irm wood varios كيو ستكى ده لمhl. امان كانتك 22 ستكى. ه썹aki نقصق معنا. م моя كانتكى يوم22 سبعة وستهيم. اوه احد كيلو. واحد كيلو جرام. اه ده بالتنيس ساعة وستهيم. يعني تقريبا تقريبا 49 جنيه. لا بده fist 4 إي Sans زبادي? ده دالة معايا. ده دالة معايا. ده دالة معايا. ده دالة معايا. فيه كمان اغلى. اه انتي معايا. اه فيها اه. ميش. اماما عزيني الزبدة عشان محطوها التوست. اهو الزبدة وراء. اه. انا بحب اقول صداب الكرام اللي جماعة حلو قوي قوي. اه. في شركات. اه. في زبادي اه بصو من فارم. اه. اه. زي الاصدقاء وكده عندنا فنص. اه. اه. ده ميش. اه. اه فهو كان مخبط البطاريات. اه. وفيه اه. ده شبك الال اصدقاء بعقب. اه. ولينا. اه يا ماما زبدة. انا عشان زبدة بصو. انا ماي بيب الزبدة asoft. ببطاريات عشان اللي هي اللي هي التوست. او. اه. احط في صندويتشت ببطاريات محلوة بجمعة. اه. 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 اماما بص في بتاعت الفا بيتا دي عشت بأكيد أرخص. بيورو غاربعة عشم. اختك. وحت عملي مشكلة. اه. صح سوف تحب الموضع. بكام؟ بكام؟ أكيد أغلى طالما أختك. طالما أختك؟ نيوفيتام من المركات. بـ 3 يورو. 2.86 يورو. 5.46 يورو. 5.46 يورو. ومعيني العادية تانية بيورو وروها. لكن لا. لا يجب أن نجيب أغلى حيكا. في الزبدة التي نستعملها. في الزبدة التي نستعملها. للطاهية للأكل الحلويالي. وزنها 800 جرام. 800 جرام. وتقريبا سعالها 190 جريد. حسنًا. ده للطابط صح؟ للأكل. ما بصيته عمين كمان جميع. وفي زبدة بزيت الزيتون. في زبدة بزيت الزيتون. وفيه برؤكتف. شايفين. وفيه بتعم. نوعا جبنا للطوست الغالي. في للطاهية. ومصي فيه برضو لل. اه ايه ده بقى. بين المقبوزات. بصها ما اسمنا الفلاحي بقى. يعم. اسمنا فلاحي. ايه ده هو والله هي. اسمنا الفلاحي. بصها اسمنا الفلاحي. كم مقبوزات. اهو بعشرة اتنين وثلاثين. حتى بصدي رسميا. اصلا على علبة على الانية. قلوبها لكتوش. من. 600 جرام. 100 جرام بعشرة اتنين وثلاثين. اه ده قسم الحاجات البيض. بصوا بقى. ده مكتوبة اسفرادية. والبيض بتاع البيض بتباع هنا. يعني فيه البيض. اه. وهنا. في ناس تشتري البيض البيض. عشان الرياضة. وفي ناس ساعر فيه حلويات تتعام البيض. المهم هو يعني بيعوه بيض البيض من غير السفار شايفين. اه. عشان اه. بصوا سعروا كم؟ بالتلاثة اتنين وثلاثين. يعني كم يا ابني تلاثة اتنين وثلاثين. يعني حوالي مئة واربعين. مئة واربعين جنيه. نشتري بها هذا البيض بمئة واربعين جنيه. ليه؟ ما ناكل البدا كاملة. بصفارها. ده ما يأكلها باشرها؟ بكارتونة. طبعا الاختراع ده موجود عندنا. اللي هو بتاخد رقم عشان يبقى بالدور. تفضع لي ماما رقمي. احنا صورنا هناك الزبتال بلاجي الفلاحي. اه. مش عارفة كنتم صور سبعمائة جرام بكم. ستومائة اه. ستومائة جرام بعشان يورو. عشان في برطمان من غالبهم. هنا. مكتوب. من بلد اسماع بوغاني. الكيلو بستفاشر. اه. مش عارفة. فرق التقليد. فرق الوضع. خمسوات سعين جنيه. خمسوات سعين جنيه كيلو السمن البلدي؟ انا معاشف. دي علمي. ايه علمي ده؟ علمي احنا بنشتري جبنة مثلا. كيلو اتنين كيلو ربعات. دي بنشتري ملح ومية. علمي. اسمها علمي. بتتباع عشان نخط على الجبل. وكده ايه ما يبقوا. اه عشان تغليف المخليلات والجبن. بص هو مكتوب اهو حتى المخليلات. للجبل ومخليلات وخليتنا نصف جميع اولا. علمي. محطي اختي شاية ملح وما يفخز ايه وخلاص. ده بيولو سبا. دي تلاجة الجبن وكل انواع الجبن اللي موجودة اهي وموجود عليها اسعارها. بصراحة عشان مش بفهم اول في الجبن وانواحها يعني بس انا صورتها لكم. وحاولت اباين على قد ما اقدر الاسعار بتاعة الجبن. وقدامكم اهي. دي الواجبات الاكلي جاهزة. مثلا اللي رايح درس اللي رايح البلايج ال ال ال. فاردوا تتخانوا زي انا محشي. مكارنا بالبشامال. محشي فلفل وطماطم. شايفين. انا الكورومب المحشي يا جماعة. كورومب المحشي. لازم الواحد كورومبايا بصد ايه. كورومبايا كاملة. واحد كورومبا محشي. شايفين هنا صفلي. كل الارمعة الاكش. دي بردو اللي بسندوالشات. وكمان انا محب قوين هنا عندهم سوشي. عشان انا محب السوشي. ده سوشي جاهز. ده سوشي جاهز. وبردو اللي بسلطان. اهو بصوا لفة العيش ال ال الشاني. دي. اللي هو العربي. حتسمه عربي كيس. بيورو اربعة وتسعين. يعني اثنين يورو. فيها حوالي ست قطع. ستبيرة يعني. وطبعا في اللي هو بقى التورتيلرز والحاجات منزي بردو. اه. وده البيتا ده العيش اللي يرامي البيتا جماعة قطير 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 قطير. بيتين يورو تلاتين لعشرة. دلوقتي باعيزين يجيب العيش التوست. وما قالت لي نختار الحاجات اللي عليها عروض. اهو ده بيورو خمسة وثلاثين. وده بيورو اتنين وستين. هجيب واحد عليه ده واحد ده. هنستيكل حاجة من الحاجات دي عوشة. بيتاعد الشكل حلوة اهو. بس مش عاد ايه هو. ده كوناخة. لا امشان معاي. اهو في بلح الشام ده هو. وبعلاوة. ده قسم الحلويات. وده قسم اللي هو اللبن الصحي. اللي هو بيبقى لبن اللوز. لبن جوز الهند والحاجات من دي. وهنا ده العيش المقرمش التوست المقرمش الجاهز. اللي بيتحط عليه العسل او المربع على طول. دي فراخ مولعة مشوية. سوخنة قوي. وده قسم الشيبسيات بانواحها بقى كل انواع الشيبسي. ليز وانواع ومركات تانية كتير جدا وبكل الاطعمة. يعني حتى هنا بصوا في ليز بالبيتزاهات. وبلكده كان فيه والله شيبسي تاني بالكنتاكي كافسي يعني. وكمان بقى في ايه اه بصوا ده هنا الفشار. انا بحبي جدا الفشار ده المستخابي ايوه هو ده بعشقه بعشقه. ده الفشار بالكرامل فاكرين لما عملنا مرة فيديو الفشار بالكرامل وفشل مننا. هو ده بقى كان نفس النوع ده. حتى نفس نوع الكرامل ده. هبحط لكم برضو لينك الفيديو بتاع الفشار ده. ونجيبه جاهز. وده هنا قسم النودلز بانواعه. او عماتا هتلاقيوا بقى برضو في القسم ده بيبقى محطوط كل حاجة ليه علاقة بأسية بقى. النودلز الحاجات الروز اللي بنعمل بالسوشي. وده الكاتشاب ده البراند اللي هم بيحبوا يجيبوه اللي هو معرفش اسمه ايه. عامل حوالي كان بقى 4 يورو. 4 يورو وكسور يعني قول حوالي 5 يورو برضو فيه كل برضو انواع الكاتشاب. ثم بيحبوا النوع ده. وفيه كمان بقى قسم ده اللي هو بتحطي على صلاتاتي جميع حلوة قوي. وده بقى اهم بقى قسم البهارات. البهارات هنا غلياء جدا علشان كده احنا لما بننزل مصر بنجيب بقى خازين البهارات بقى. الفلفل والشطة والطوم الباودر. كل انواع البهارات بنجيبها من مصر علشان بصراحة ارخص بكتير. وده قسم الخل البلسمك. وبرده انواع الخل البلسمك هنا برضو كتير قوي. يعني مثلا ده معمول ملتين خل البلسمك ملتين البرشومي. وانواع بقى كتير قوي. ندخل بقى على قسم الزيوت. لان الزيوت دي طبعا من الحاجات المهمة اللي لازم تبقى موجودة في كل بيت. هنا ده قسم زيت الزتون. زي ما احنا شايفين دي عاملة حوالي 9 يورو ونقول 10 يورو. طبعا زيت الزتون هنا مهم جدا في اليونان وما فيش بيت ما بيستخدمهوش. فحتلاقوا برضو انواع كتيرة جدا. وبأسعار مختلفة على حسب الكمية والحجم يعني. وعلى حسب نوع البراند والحاجات منزي. وهنا مثلا زي ما احنا شايفين هنا مثلا الزيت ده اللي هو في تحت خلص الصفايحة. الزيت دي بتبقى كبيرة جدا حوالي 5 لتر او 4 لتر. فيه برضو الزيوت التانية اللي هي الزيت عباد وزيت الدورة. اللي بنستخدمهم عادي برضو في كل حاجة في القلي والحاجات من دي. ده مثلا الزيت ده 2 لتر وعامل حوالي نقول 5 يورو هو 4 يورو كسور يعني نقول 5 يورو. طبعا احسبوها انتوا بقى بالمصري يعني عشان احنا مش عارفين بصراحة مش عارف ازاي يحسبها يعني. وده مثلا الزيت ده البراند ده مثلا 2 لتر بعشرة يورو. برضو فيه زيت دورة بحجم اكبر يعني وفي نفس الوقت توفير اكتر. يعني حنلاقي فيه تحت اهو انواع تانية وبأسعار تانية. وبصوا هنا برضو اهو ده السعر بتاعه. بصوا ده الزيت تهول كبير ده اللي هو الخمسة لتر عامل حوالي 12 يورو او 11 يورو ونص نقول مثلا. وده اللي هو الدورة عامل حوالي 15 يورو. وده هنا الملح الملح هنا كيس الملح الكيلو عامل حوالي 27 سنت. اظل الملح كده رخيص انا معرفش برضو الاسعار بصراحة ايه يعني بالنسبة للمقارنة الاسعار في مصر. ده قسم ال LDE ده اللي هو بيتعمل منه المغبوزات والبيتزا وكل الحاجات دي. والاسعار اهي الكيلو عامل حوالي 87 سنت. بصوا ده رز جاسمن. رز جاسمن اسمي. بكان بيورو 45. رز جاسمن. وده البسمتي بيورو 42. وبرده لقينا عبوات تانية اكبر يعني مثلا الرز ده. الكيلو عامل حوالي 2 يورو. ولقينا برضو نوع تاني كده اللي هو رز اسمه ايه. اه بصوا بقى لقيت بقى ده نوع الرز ده اللي بتعمل بالمحش. يعني هو فيه انواع فيه الرز العادي. ورز للمحش المخصوص ده. الرز المحش يعمل يورو 43. وبرده فيه انواع رز تانية برندان تانية. بتبقى اسعار اغلى احنا بنختار يعني بنوريك. وبنختار برضو الحاجات اللي بنستخدمها. اللي هي سعرها بيبقى ارخص. ده بقى قسم السلصات والطماطم. ده هنا بقى قسم الباستا. ودي مثلا الماكارونا اللي اختي بتستعملها البرند ده يعني. اللي معرفش دي اسمها ايه بصراحة دي حوالي 500 جرام. يعني الكيس 500 جرام. وسعرها بقى نشوف كم كده. 95 سنت. وبالنسبة بقى الكيس الماكارونا اللي سباكيت دي. مثلا ده اللي هو الكيس ده اهو عامل حوالي 62 سنت. ولان يا اختي ما بتحبش تستعمل اي نوع برضو ماكارونا. فطبعا لازم تضطر الماكارونا الاغلى. بس لقينا عليها عرض اللي هو ثلاثة وعليهم واحدة هزادية. وعامل ثلاثة 87 سنت. يعني نقول اربعة يورو. انا بصراحة كنت حقل بموضوع السلصات. بس اسلام قال لي ان السلصة دي من الحاجات برضو المهمة. 80 سنت وكمان كان عليها عرض. وطبعا فيه انواع تانية كتير وباسعار مختلفة. انا حاولت اصور لكم السلصات وازازة السلصة وكل الحاجات من دي. انا ما بفهمش الفرق ما بينهم ايه. بس عمتا الاسعار هي قدامكم. ودي عملة مثلا حوالي يورو العلبة الكبيرة. دي برضو مكارونات بس تبقى هند ميد. اللي هي بتبقى بالايد صناعية دوية. وهنا لقينا مكارونات معمولة من الحمص والعاتس والحاجات من دي. وده للناس اللي بيبقى عندهم حساسية ال LDE. ففي قسم قدام عمول منه المكارونات دي. علشان يقدروا يأكلوا مكارونات عادي حتى لو عندهم حساسية ملدية. نيجي بقى السكر كيس السكر اللي هو الكيلو ده عامل حوالي يورو رب. ونيجي بقى عند قسم اهم قسمة بنحبه هو العسل. العسل اتكي ده احلى عسل ممكن مجدد تدقوه. وعلى رأيي المثل ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله فياريت تسيب العلبة في حالها يا اسلام. وبالنسبة لسعرها هي عاملة 14 82 15 يورو. وفيه طبعا احجام اصغر. وفيه برضو انواع تانية من العسل موجودة هنا وباسعار مختلفة. انا عاجبني الباكتجين لو يبوسوا عاملين الشابة المفرش اللي بتحطها على الصفرة. وعايز اقولكو هنا التحينة بتتباعة غالية جدا. يعني فيه تحينة بالشوكولاتة بالفوزدق والحاجات من دي كلها بس اسعارها بجد غالية جدا 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 ما عرفش ليه يعني. فاحنا حتى بنجيب التحينة بتاعتنا من مصر. بشتري كده العلبة تانية الكبار دول الرشيدي الميزان. وبارجع بيه مع اليونان عشان يبقى اوفر لنا. ودي اسعار اللي هو زبدة الفول السوداني. ونخلص بقى من التحينة هندخل دلوقتي على الكورنفلكس. وطبعا اختيارات كتير ودي اسعار الكورنفلكس. يعني العلبة الكبيرة دي مثلا عاملة حوالي خمسة يورو. ما انت هتجيبي ايه؟ سامسون ايه. دي المين؟ بابا بحامل حاجات دي. انت اللي هتدفعيها؟ ايه. طيب بعيدا عن السبسمية وقصة حب مرفة وعلى. نرجع بقى تاني. دي البرينجلز وكل حاجات دي. ما عايزوا لكم حاجة ممكن تقولونا الاسعار وصلت لايه؟ في يعني في مصر مثلا الزيت بقى بكام. السكر بكام. الرز بكام. ايه. ونرجع بقى نشوف دلوقتي ده البرينجلز وانواع البرينجلز. وفي بقى اكتر حاجة مش بس اسلام بيحبها لده اسلام وإلاني وسمية أختي وانا وكلنا في البيت بيحبها لها كابريس. كما حلو قوي كابريس ده. وعلى فكرة بيتبقى منه في مصر ومنتج يوناني وبتبقى في مصر هتلاقوه في السوبر ماركت بتاعت مصر موجود يعني. والجميل بقى ان كابريس هنا فيه كمان أطعامة تانية. يعني فيه كابريس بالكابتينو فيه كابريس بالدارك شوكولت فيه كابريس بالوايت شوكولت. يعني عمتا خطير. ونيجي بقى دلوقتي لقسم العصائر. طبعا في البيت لازم يبقى فيه عصائر عشان لو ديوف جالنا أو احنا مثلا طول ما احنا عادين بنحب نقعد نشرف في عصائر. فيه العصير هنا عامل واحد يورو واربعة سنت. وطبعا جبنا من عصير الطماطم علشان انا بعش حاجة اسمها عصير طماطم. فده العصائر يعني حوالي علبة العصير عاملة واحد يورو فيه برضو انواع تانية. وفيه هنا مثلا ده باثنين يورو خمسة وخمسين ده اللي هو كوكونت ووتر اللي هو ميت جوز الهند وعصائر تانية كتير. وبصوا لقيت ايه باربعة يورو العلبة اللي فيها بشمالة. البشمالة يا جماعة اللي بصورنا ببلاش احوط لكم طبعا فيديو البشمالة. البشمالة اللي ببلاش بتتبع العلبة صغيرة دي باربعة يورو واثنواشر سنت. وهنا عاملين عرض على الصفيحة بتاعة زيت الزتون اللي اربعة لتر عاملة ستة وعشرين خمسة وسبعين سنت يعني نقول سبعة وعشرين يورو. وهنا عاملين بقى عرض على الطاصة اللي ينفع يتشوي فيها والشيات من دي. الأداة عايزلنا لها بقى أداية. بعد فانا كان حساب المشتريات الكلهم مع بعض. في ايضا؟ في ايضا؟ تقريبا لتنين وتمانين يورو. اتنين وتمانين يورو الحاجات دي كلها. يعني كان بقى بالمصري يا أستاذ عوشا؟ تقريبا الف وتمانين يورو يعني تقريبا الف وتمانمية تقريبا الف وتمانمية. ماشي. هنودي بقى دي العربية وبعد كده نرجع نحطها علشان ناخد النص يورو. احنا الاولى بالنص يورو. طوالي سمعتاشر بنية ولا طبانتاشر بنية بالضبط. فيبقى كده ده الفلوج بتاع السوبر ماركت علشان الناس اللي كان بتسأل على العيشة في اليوناني بتبقى عاملة ازاي? ده افرج الاسعار اللي احنا ورناها لكم. ولو عندكو اي سؤال ابعتولنا علشان نبقى اه يعني اي سؤال يخص بالعيشة في اليوناني ابعتولنا عايزين تعرفوا ايه? وان شاء الله نبقى نعملكو اه بلوج جاي تاني. وبس كده يا رب الفيديو يا عجبكم. ممكن تقول باي باي للناس. باي. باي. روح بزرعة النص يورو.